السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الصف الثالث متوسط راح نحل مسألة مهمة من مسائل الرياضيات والمرشحة لامتحان الوزاري سؤال يقول قطعة سجاد موكيت مستطيلة طولها 12 متر وعرضها 3 متر قطعت الى اجزاء لتغطية ارضية غرفة مربعة الشكل اكتب معادلة تمثل المسألة ثم اجد طول ضلع الغرفة طلاب حتى نحل هذا السؤال لازم نفهم احنا عدنا بالسؤال مساحتين عدنا مساحة مستطيل وعدنا مساحة مربع واضح؟ هنا يا طلاب قال لك طول 12 متر والعرض 3 متر لازم قطعة السجاد اللي هي مستطيلة الشكل اذا نحتاج مساحة المستطيل طلاب مساحة المستطيل تساوينا الطول في العرض مساحة المستطيل تساوينا الطول في العرض الطول في العرض اذا طلاب خلنا نكتبها باللغة الانجليزية لان السؤال حتى يكون اسهل المساحة اي تساوي لي الطول في العرض اللي هو اثناعش في ثلاثة اذا الايش قد راح تساوي لي اثناعش في ثلاثة يساوي لي ستة وثلاثين اذا هذي ستة وثلاثين متر مربع اكيد هذي مساحة المستطيل بعدين طلاب بعد ما طلعنا مساحة المستطيل احنا اش راح نقول راح نقول وهي هذه القطعة السجاد الموكيت قطعة الى اجزاء لتغطية ارضية غرفة مربعة الشكل اذا نحتاج مساحة المربع مساحة المربع مساحة المربع طلاب تساوينا طول الظلع في نفسه طول الظلع في نفسه اش راح نقول طلاب راح نقول احنا طول الظلع نفرض طول الظلع اكس نفرض طول الظلع يساوينا اكس اذا بعد ما فرضنا طول الظلع يساوينا اكس اذا مساحة المربع اللي هي هم اي مساحة مساحة تساوينا طلاب طول الظلع في نفسه يعني اكس في اكس اكس تربيع توضيح ناية هذا اليك توضيح طلاب وعدنا المساحة تساوينا طول الظلع اكس في نفسه اكس اذا رجد راح يساوي لي اكس تربيع راح يساوي لي اكس تربيع هذا المساحة ساوت لي اكس تربيع وهذا توضيح طلاب مداخل بالحل الحل هذا ما لاتنا زين طلاب احنا نعرف اذا ما نعرف هسا راح نتعلم انه مساحة المربع تساوي مساحة المستطيل مساحة المستطيل تساوينا مساحة المربع يعني هاي المساحة اللي هي ستة وثلاثين تساوينا مساحة المربع اللي هي اكس تربيع اذا اكس تربيع راح يساوي لي ستة وثلاثين اذا اكس تربيع راح يساوي لي ستة وثلاثين ليش؟ المساحة مو مساوية الاي مو يساوي الاي اذا الاكس تربيع يساوي ستة وثلاثين واضح؟ اذا مساحة المربع تساوي مساحة المستطيل اذا اكس تربيع يساوي ستة وثلاثين هسه طلاب شون نتخلص من التربيع حتى نلقى طول الظلع نقول بالجذر التربيعي او بجذر الطرفين بالجذر التربيعي. اذا بجذر التربيع طلاب يعني احنا راح نجذر جذر وهمي. اوكي طلاب انا احب اكتبه دائما. انت لا تكتبه بالامتحان او تكتبه ما يعني ما كفد اثر عليك. هنا اكس جذر التربيعي. يعني نجذر هذا الطرف ونجذر هذا الطرف. واضح? هسه تربيعي رحية جذر ينزل عندي بس الاكس. يساوي لي. جذر الستة وثلاثين هو موجب سالب ستة. لا ننسى انه من نجذر طلاب ناخذ موجب وسالب. اذا طلاب. هس راح نقول اما اكس يساوي لي سالب ستة او العفو ستة او اكس يساوي لي سالب ستة وهذا يهمل لان ما عدنا اطوال بالسالب. اذا طلاب هناك ستة هو طول ظلع الغرفة. هو مراي طول ظلع الغرفة? اذا السؤال طلاب كل بساطة. احنا عدنا بالسؤال مساحة مستطيل ومساحة مربع. مساحة مستطيل ومساحة مربع. مساحة المستطيل قلنا طول في العرض. وضربنا اطناعش فيه ثلاثة طلع ستة وثلاثين. قلنا الايو ساوينا ستة وثلاثين. مساحة المربع هي طول الظلع في نفسه. نفرض طول الظلع اكس. اذن عدنا مساحة المربع تساوي لنا اي اه يساوي لنا اكس تربيع. احنا ما زال عدنا قانون يقول مساحة المستطيل تساوي مساحة المربع. وهاي ثابتة بقواعد الرياضيات. مساحة المستطيل هي نفسها المربع. ذن راح يساوي لي ستة وثلاثين الاي والاي مساويات. واضح? اذا شو هنا اتخلص من التربيه حتى ننقع طول الضلع الغرفة نقول بجذر الطرفين. التربيه يروح يجذر ينزل عندي بس الاكس جذر ستة وثلاثة موجه بسالب ستة الاكس اما يساوي الاكس ستة او الاكس ساوي لسالب ستة. اتمنى طلاب يعني افتهمتوا هاي المسألة اللي هي بسيطة ومهمة بنفس الوقت. شكرا لكم مع السلامة.